تقلف مركبة التطعيم في قرية بمقاطعة خينان لتقديم اللقاحات للقرويين الذين يواجهون الصعوبات في ترك عمالهم جاءت المركبة متنقلة إلى قريتنا لتوفير تتائمي ونشر بسعادة وتوجد عشرين مركبة متنقلة قيد الاستخدام حاليا في مدينة هايكو وهي مجهزة بموظفي إدخال المعلومات والتطعيم والإسعافات الأولية وبدأ استخدام أول مركبة التطعيم متنقلة في مدينة شنجن بمقاطعة كواندون حيث يمكنها تقديم أكثر من سبعة آلاف جرعا كل يوم مركبة لقاحة متنقلة ملائمة لتقديم خدمات التطعيم لما يتعذر عليهم الهدور لمراقض تلقيح